اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ازاي تفحص حالة قلب وكنت عملت حلقات قبل كده عن ازاي تاخد تاريخ مرضي من المريض ازاي تفحص حالة بطنة ازاي تفحص حالة مخو اعصاب هسيب لك الرابط بتاعتهم تحت حلقة النهاردة مخصصة للاطباء حديث التخرج ولطلبة الطب في السنوات الاخيرة الناس اللي بتمتحن بطنة وما تنساش في البداية اعمل اللايك للفيديو لو انت داخل عشان تفحص حالة قلب فدايما في درجات ببلاش سواء كانت حالة قلب او اي حالة تانية اصلا وهي زي اولا تخسل ايدك دماء وصابون ولو ما فيش تستخدم كحولجر البس الواقيات الخاصة بيك على الاقل خالص المسك بتاعك بعد كده قدم نفسك للمريض تقول له انا الدكتور فلاني فلاني طالب في سنة خمسة او دكتور امتياز مثلا معرفه انك هتفحصه واستأزنه واسأله عن اي منطقة بتوجعه في جسمه ونيم العيان في وضع مريح غالبا في حالات القلب عندنا بننيمه في زاوية خمسة واربعين درجة ما يكونش العيان عمال ينهج عنده هارت فيلير مثلا وعنده ارثوبنية مايقدرش ينام على ظهره فلات وانت منيمه فلات على السرير والعيان عمال ينهج ماينفعش طبعا بعد كده الاكسبوجر المفروض انك تكشف المريض من عند السرة لحد فوق وكمان يهمنا طبعا ان احنا نشوف الاطراف بتاعته السفلية وممكن تغطي المريض بملاية ونكشفها وقت الحاجة فقط واخيرا تقف على يمين المريض مش هنبهك ومش هفكرك تاني فيه داكاترة بتحب تهزر مع الطلبة او تعمل فيهم مقلب فتخليك على شمال المريض فانت دايما خليك على يمين المريض حتى لو السرير عدلته انك على شمال المريض اعكس المريض تخلي راسه ومكان رجليه ورجليه ومكان راسه بحيس تكون واقف على يمين المريض اوعى تنسى خليك دايما واقف على يمين المريض النقطة اللي بعد كده اللي بتفحصها هي حالة المريض العامة ايه وبنبدأ بالمنتاليتي الجملة المشهورة طبعا يعني واعي تماما يعني عارف الاشخاص وعارف الوقت وعارف الاماكن يعني الزاكرة بتاعته كويسة الزكاء بتاعه معقول متجاوب ماشي الحال يعني يعني متعاون معك الحاجات دي كلها اصلا انت بتعرفها وانت بتاخد تاريخ مرضي من المريض او حتى وانت بتتكلم معاه بس كمان هتقول ان هو تحكم على البلت بتاعته هل جسمه مليان لو مليان هتقول هو اوبيز لو رفيع او عنده كككزيا هتقول انه رفيع فهتعلق على البلت بتاعته كمان هتعلق على الدكيوبيتس الوضع بتاعه هل واخد اي وضع معين ولا نايم كويس في السرير فهتقول هو نايم مستريح فلات يعني هو اصلا انت داخل عليك النايم كويس ما عندوش ارثبنية ولا حاجة لو عندو ارثبنية برضو هتقول بعد كده نظرة عامة على المريض من طرف السرير مع ان الحاجات اللي انا هقولها دي هنفحصها بعد كده في كل عضو زي ما هنقول لكن انت بتشوف نظرة عامة كده من طرف السرير هل في مثلا سيانوزز العيان باين قدامك انه عنده سيانوزز ازرقاء هل في بالور بهتان زي اللي بيبقى عندو اناميا هل في شورتنسوف بريث العيان عمال ينهج هل مسلا في مالر فلاش واللي ممكن تكون في حالات المايترالستونوزز هل في اسايتس العيان بطنه كبيرة مع بيا مية مسلا وكمان تعلق على اي او الحاجات كمان اللي جنب المريض يعني مسلا العيان لو مركب اسطرة بولية هتعلق وتقول وتعلق على البول اللي فيها وتقول ان البول لونه كزا كميته كزا هل العيان محطوط على مسك اوكسجين مسلا لو محطوط هتكتب ان في مسك اوكسجين على المريض نيزل كانيولا مسلا او سيمبل فيس ماسك بمعدل كمان تبص عليه وتشوفه بمعدل كم لتر في الدقيقة هل في مسلا نيتروديرمي باتش الباتشات اللي بنحطها على صدر المريض دي برضو هتديك فكرة المريض عنده ايه تشوف كم مخدة على سرير المريض المريض لو عنده ارثوبنية هتلاقي عدد مخدات كتير وحطتهم وراه وراه ظهره هل في مسلا كرسي متحرك جنب السرير فده يديك فكرة ان العيان مش بيتحرك كويس فعموما اي حاجة طبية او حاجة همنا متوصلة للمريض او جنبه برضو نعلق عليها بعد كده يا سيدي هنقيس بتاعة المريض فهنقس له ضغطه بس طبعا هنتكلم عنه بعد شوية هنقس له البلس او الهارد ريت برضو هنتكلم عنه بعد شوية في فحص الزراعين هتقس له درجة حرارته طبعا لو قستهى خلاص تمام لو قستهى فتزود نص درجة يعني لو طلعت سبعة وتلاتين تبقى سبعة وتلاتين ونص لو قستهى ريكتل من فتحة الشرج فهتقلل نص درجة افرض هي تمانية وتلاتين يبقى سبعة وتلاتين ونص كمان هتقس له ريسبيراتوري ريت او معدل التنفس بتاعه وطبعا التركة المشهورة لما تيجي تقس له التنفس ما تعرفوش انك بتقس معدل التنفس بتاعه لانه ممكن هو يغيره تقول له انك هتقس النبض او انت حط ايدك كده هو هيفتكر ان انت بتقس النبض وبعينك بتعد المعدل التنفس بتاعه بعد كده هنيجي نفحص اجهزة الجسم الاخرى غير القلب القلب هنخليه للاخر هنفحص اجهزة الجسم الاخرى اللي ليها علاقة بالقلب ونشوف العلامات بتاعتنا اللي تخصنا في القلب واول حاجة هنفحصها هي الزراعين واليدين لاهميتهم الكبيرة وعلاقتهم بالقلب زي ما هنعرف مع بعض فهتشوف هل في اي بالور هل اي دي بهتة ممكن يكون العيان عنده بور بيرفيوجن واحد عنده هارد فيلير مثلا ففي بالور هل في بريفرال سيانوزز يعني ازرقاء في اطراف اصابعه كده ممكن تكون في حالات الهايبوكزيميا او نقص الاكسجين هل في حاجة اسمها تارستينينج خاصة بالتدخين عيان بيدخن هل في زانثوماتا اللي هي خاصة بالكوليسترول العيان عنده الكوليسترول عالي هل في حاجة اسمها سبيدر فينجرز اللي هي بنقول عليها اصابع العنكبوت او اراكنو داكتلي اللي هي ممكن تكون موجودة في المارفان سندروم والمارفان سندروم ممكن يكون معاه ممكن يكون معاه ميترال او اورتيك برولابس ممكن يكون معاه اورتيك دايسكشن فلو في سبيدر فينجرز بنعلق عليها هل في مثلا بالمر اريثيما اللي هي بتاعت احيانا يكون بسبب كمان نشوف هل لما بنشد جلد المريض كده ونسيبه بيرجع بسرعة ولا بيبقى فيه وطبعا لو هو يبقى معنا كده ان فيه هل فيه طبعا كلنا عارفين اللي هو فالزاوية اللي هي بتبقى بين النيل والنيل بتبقى اكتر من مية وتمانين وما نكتفيش بس بالنظر نقول له اعمل الحركة المشهورة دي عشان نشوف هل فيه ويندو المفروض يبقى فيه ويندو بين الاظافر كده نشوفها اسمها سكامروس ساين والكلابينج ده ممكن يكون في حالات الانفكتوف اندوكاردايتس اتريال ميجزومة سايانوتو كونجينتال هارت ديزيز وغيرها من المشاكل فلو فيه كلابينج لازم نعلق عليه طبعا كمان فيه تلاتة ساينز خاصين بالانفكتوف اندوكاردايتس بنشوفهم على الهاند زي مين طبعا سبلنتر هيمورج اللي ممكن نشوفه تحت الاظافر كده ممكن يكون سببه الانفكتوف اندوكاردايتس فعلا لكن ممكن يكون سببه ترومة ممكن يكون سببه سيبسز وحاجات تانية كمان فيه اسلر نيديولز ودي بتكون تندر يميزها ان هي مؤلمة وبتبقى مرفوعة شوية ولنها بيكون محمر شوية ودي بتكون في حالات الانفكتوف اندوكاردايتس والتالتة هي جنوي ليجانس ودي تعتبر مكيولز وبيتكون نان تندر هي نان تندر هموراجيك ليجانس مش مؤلمة وبرضو بتكون في حالات الانفكتوف اندوكاردايتس لكن بيكونوا دول في مراحل متأخرة شوية ممكن ما تشوفهاش كمان في فحص الزراعين هتشوف هل في سابكتينيس نيديولز الخاصة بمين روماتيك فيفر كمان تشوف الكابيلاري ريفيل تايم اللي هي انك تضغط على طرف صبع المريض لمدة خمس ثواني فاللون بيختفي وبعدين تشيل ايدك المفروض اللون يرجع في اقل من ثانيتين لو زاد الوقت عن كده عن ثانيتين يبقى فيه هايبو برفيوجن برضو سواء بقى بسبب هايبوفوليميا العيان كان بينزف مثلا او هايبوثيرميا اتعرض لدرجة حرارة قليلة كونجستف هارت فاليار بريفرال فاسكولار ديزيز واحيانا تكون طبيعية شوية في الجو البارد كمان تشوف بقى هل فيه اي في فيستيولا اللي هي خاصة بالغسيل الكلوي لو موجودة تتعلق عليها ومعنى كده ان المريض بيغسل كلا كمان تعلق على البريفرال تيمبريتشر انت وانت بتسلم على المريض او تشوف ايده كده المفروض تشوف درجة الحرارة العيان ممكن تبقى ايديه كول بردة او كول وسويتي عرقانة في حالات جلطات القلب والزبحة الصدرية وما الى ذلك ممكن العيان تكون ايده سخنة نتيجة ان هو عنده فيفر مثلا في حالات فدرجة حرارة ايده تعلق عليها بعد كده نيجي للبالس طبعا هتحس البالس احنا قلنا بنقيسه في الفيتال ساينز بس احنا هنتكلم بقى بالتفصيل اكتر شوية هتقيس البالس بتاع المريض طبعا بالثلاث اصابع دول الاندكس والتو ميدل فينجرز وتقيس البالس تشوف الهارد تريت عالريديا البالس في دقيقة كاملة لو هو منتظم تعد مثلا في نص دقيقة وتضرب في اثنين لكن لو مش منتظم لازم لازم في دقيقة كاملة فانت لما بتشوف البالس بتعلق اول حاجة على الريت زي ما قلنا هتقول مثلا سبعين دربة في دقيقة بعد كده تعلق على ريزم تشوفوا هه هو ريجولر ولا ريجولر ريجولر خلاص يبقى سبعين دربة في دقيقة ريجولر لو كان الريجولر لازم تفرق كمان هل هو ريجولر الريجولاريتي ولا irregular irregularity regular irregularity معناها ان ضربات قلبه مش منتظمة لكن واخده pattern معين مثلا ضربتين وبعدين جاب مسافة فاضية وبعدين ضربتين جاب ضربتين جاب فده irregular ده مش طبيعي لكنه regular irregularity واخد pattern ماشي على كده irregular irregularity معناها ان ما فيش اي pattern تقدر تلاحظه ضربات القلب غير منتظمة لكن اعمال يسرع ويبطق وضربة يمين وضربة شمال وده ممكن يكون في حالات ايه زي الاف اتريال فبريليشا ولو لقيت العيان بتاعك اي اف او انت شاكك يعني انه اي اف عشان طبعا irregular irregularity لازم نقيس حاجة اسمها pulse deficit pulse deficit معناها الفرق بين الابيكال بالس وبين الريديال بالس او البريفرال بالس تجيب السماعة بتاعتك وتحطها على الابيكس بتاعت المريض وايدك على الريديال بالس وتشوف الضربة اللي تسمع هنا وتسمع هنا ما تحسبهاش ملكش دعوة بيها الدربة اللي تيجي هنا وما تجيش هنا هي دي اللي بتحسبها طبعا بتعد في دقيقة فانت حاطت السماعة وايدك على البالس دربة جت هنا وهنا مليش دعوة بيها هنا وهكزا دربة جت هنا وما جتش هنا يبقى كده واحد وهكزا كل ما دربة تيجي هنا ما تجيش هنا دي اللي عدها. وبنقول عليها. المفروض ان في الشخص الطبيعي مفيش او يعني مسموح لك لحد اتنين. لكن في حالات ال اي اف هتلاقي الموضوع زايد عن كده ممكن اكتر من اتنين طبعا. بنعلق بعد كده على الفوليوم بتشوف افريج فوليوم ولا بيج فوليوم ولا ويك فوليوم تحت ايدك وتعلق عليه. بعد كده يعني زي ما قست هنا في نفس الوقت هتقيس هنا. يبقى ايد هنا وايد هنا. تشوف ايكواليتي. الفوليوم على الناحيتين زي بعض ولا لأ. كمان في حاجة اسمها ريديو ريديال دلي. يعني انت حاطت ايدك هنا وايدك هنا. المفروض تضربتين يسمعوا على اديك الاتنين في نفس الوقت. لكن لو في دلي في ايد متأخرة عن ايد معنا كده ان ممكن يكون في مشكلة. زي السابكليفين ارتري مضغوط بتيومر او بماس او باي حاجة او سيرفيكال ريب مثلا. ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه فنشوف كمان في حاجة اسمها لكن مش بنعملها كتير. بعد كده تعلق على حالة انت بتحس تحت ايدك. طبيعي انه يكون ما تحسوش. لكن لو فيه ممكن تحس تحت ايدك زي الحبل يكون ناشف. فانت تحس وتقول ازا كان طبيعي. بعد كده تعلق هل فيه او ولا لأ? زي من اشهرهم مين? واللي بيكون في حالات الاورتك ريجيرج. تمسك ايد العيان كده. حتة المفروض ما تحسش فيها بلس هنا كده. وتخلي يرفع ايده في مستوى اعلى من راسه واعلى من القلب. فهتحس ان فيه بلس بيغبط في ايدك جامد دي في حالات الاورتك ريجيرج. او بيقولوا عليه كولابسينج بلس. فلو موجود هتعلق عليه. ولو بالفعل لقيته وانتك كده شاكك ان فيه اورتك ريجيرج. فممكن تلاقي كمان معه لما تيجي تشوف زي ما هنتكلم عنه بعد كده هتلاقي يعني زيادة. وكمان ممكن تسمع عليه على الكاروتد لما تيجي تسمع زي ما هنتكلم برضو بعد شوية. كمان برضو من بتاعت البلس حاجة اسمها يعني تيجي تشوف البلس بتاع المريض بتاعك تلاقي نبضة قوية ونبضة بعدها ضعيفة قوية بعدها ضعيفة وهكذا. ودي ممكن نلاقيها في حالات وممكن تخلي المريض بتاعك يوقف التنفس بتاعه عشان تتأكد من هذا البلس. في حاجة كمان اسمها لكن دي مش تابع البلس هي تابع اياس الضغط اكتر. المفروض ان اي حد لما نيجي نقس له الضغط في حاجة اسمها يعني لما تيجي تسمع الضغط تيجي عند السيستول العيان وهو بياخد نفسه تلاقي السيستول ده اختفى. يجي يخرج النفس السيستول يظهر معك تاني. في نقطة بيبقى عندها الوضع كده. تنزل شوية تلاقي في خلاص سواء في شهيق او زفير انت سامع المفروض الفرق ده ما يزيدش عن عشرة او اتناشر ملي متر زقبقي. لكن لو عيان عنده مثلا كاردياك تامبوناد ممكن نلاقي الفرق ده زاد اكتر من اتناشر ملي متر زقبقي. يعني هتيجي تسمع الضغط بتاع المريض. الضغط بتاعه مثلا هيبدأ تسمعه من عند مية وخمسين. فانت لو جدت عند مية وخمسين وجدت سمعت الصوت وقف. وقف البليا ما تنزلش. فهتلاقي ان الصوت بيروح وييجي مع نفس المريض. كل المريض ما ياخد نفس الصوت يختفي. يطلع النفس الصوت يظهر تاني. انزل بالراحة بالراحة خالص لحد الصوت ما يستمر. لما يبقى الصوت مستمر مع الشهيق والزفير النقطة دي وقف عندها ويحسب الفرق بينهم. المفروض السيستوليك ده في الناس الطبعية. الانسبيراتوري. ده المفروض ما يزيدش عن عشرة لاثناشر ملي متر زقبقي. في حالة الكاردياك تمبونات هتلاقي الموضوع ده اكبر بكتير. ده اسمها بالساس باردوكساس. فعموما احنا كده علقنا على البلس بتاع المريض هتكتب الكومنت عنه ازاي. هتقول مثلا. بعد كده هتقيس الضغط للمريض بتاعك. برضو على النحيتين. اياس الضغط على ناحيتين. الطبيعي ان السيستوليك ما يعديش مية واربعين. وان الدياستوليك ما يعديش تسعين. فهتكتب ان الضغط بتاع المريض مسلا مية وعشرين على تمانين. وتشوف البلس بريشر وده الفرق بينهم بين المية وعشرين والتمانين. فتقول ان البلس بريشر في الحالة دي اربعين. في حالات بيبقى فيها نارو بلس بريشر يعني الفرق ده قليل. زي حالات الاورتكستينوزيس مسلا. كاردياك تامبونات برضو. ممكن يعمل كده. تلاقي الفرق بينهم اليه. تلاقي العيان مسلا ضغطه مية على تمانين. طالما الفرق ده اقل من خمسة وعشرين بنقول عليه نارو بلس بريشر. في حالات تانية بيبقى معها وايت بلس بريشر. الفرق ده كبير اكتر من مية. زي حالات ايه طبعا اورتك ريجيرج. واحيانا في الاورتك دايسكشن. تلاقي العيان مسلا ضغطه مية وعشرين على عشرة مسلا. فده اسمه وايت بلس بريشر. كمان احنا قلنا بيقيس الضغط على الناحيتين. المفروض الفرق بينهم ما يزيتش عن عشرين. لانه لو زاد عن عشرين فممكن يبقى فيه مشكلة برضو زي مثلا الاورتك دايسكشن. كمان في اياس الضغط المفروض نشوف حاجة اسمها بوستشراهايبوتينشن. نشوف ضغط العيان بيتغير جامد مع المريض لما يقوم يقف ولا لا بيحصل له هايبوتينشن شديد مع الوقوف ولا لا. فانت بتقيس الضغط للمريض بتاعك وهو رائد عادي. وبعدين تخليه يقوم يقف ويستنى دقيقة وتقس له الضغط تاني. المفروض السيستوليك ما ينزلش اكتر من خمستاشر والدياستوليك ما ينزلش اكتر من عشرة. لو نزل اكتر من كده يبقى معناها العيان ده عنده بوستشراهايبوتينشن. وده ممكن يحصل في حالات الانامية. حالات الجفاف. بعد الاريزمية. بعد الفالفولار هارت ديزيز وهكزا. العضو التاني اللي بنفحصه هو هد. هنفحص رأس المريض. بما يخص القلب طبعا زي ما قلنا. فهنشوف اول حاجة الفيس. هل في اي سبيشيال فيتشرز زي مسلا مسلا داون سندروم. واللي احياني يبقى معاكم جينتال هارت ديزيز. نشوف النورمال باترن اوف هير لاين. نقول مسلا نورمال باترن اوف هير لاين. ان ميلز. نو ويستنج اوف تيمبوراليز. العضلة اللي هي تيمبوراليز دي مش ضعفانة. العيان مش عنده كاكيكزيا مسلا. او عنده مال نوتريشن. نورمال رينكلنج اوف هيرانتاليز. التجاعات دي موجودة وطبيعية. نو لوس اوف اوتر ثيرد اوف ذا اي براو. لان لو فيه الاوتر ثيرد ده الشعر اللي فيه واقع ممكن العيان يكون عنده مسلا. خمول الغدة الدرقية. احيانا يبقى عليها مشاكل. بدربات القلب ومشاكل مع القلب. يعني العيان مش عينيه برزة جحوز العينين. اللي ممكن تكون في حالات. نشاط الغدة الدرقية اللي ما خدش علاج لفترات طويلة. ده ممكن يكون ليه علاقة بالاف مسلا. مفيش انتفاخ حول العين. بعد كده بتبص على العين بتاعت المريض. تجد جفنه لتحت وتقول للمريض بص الفوق. وتبص على الكونجنكتايفا عشان تشوف هل فيه بالور ولا مفيش. كمان تشوف هل فيه كونجنكتايفا البتيكي اللي هي زي اللي قدامك دي. واللي ممكن تكون في حالات الانفكتوف اندوكاردايتس. بعدين تشد الجفن الفوق وتخلي المريض يبص لتحت عشان تشوف الاسكيليرا وتشوف هل فيه جوندس ولا لا. كمان تشوف الكورنيا وتشوف فيه كورنيا واللي ممكن يكون مع كبار السن نعتبرها حاجة حميدة شوية لكن لو سن صغير اقل من خمسين سنة ممكن يبقى فيه كمان نشوف هل فيه انفلازمة ولا لا برضو بسبب الكوليسترول. الترسبات بتاعت الكوليسترول دي. هل فيه مثلا كايزر فريش الرينج اللي بيكون ليونها غامق حوالين الايريس دي. واللي ممكن تكون في الويلسون ديزيز واللي ممكن يأثر على القلب برضو يعمل كاردوميوباثي. بعد كده تبص على الفم بتاع المريض. هل فيه انجولر استوماتايتس واللي ممكن تكون في حالات الايريون ديشينسي اناميا نقص الحديد. تشوف لبس والباك اوف دا تانج تشوف هل فيه سينترال سيانوزيز ولا لا برضو ممكن يكون في سيانوتيك هارت ديزيزز الامراض اللي بتعمل سيانوزيز او اللي بتعمل رايت وليفت شانت هل فيه هاي ارشد بالات واللي ممكن يكون في المارفان سندروم اللي تكلمنا عنه وقلنا المارفان سندروم ممكن يكون معاه نشوف الموث والدنتل هيجين نظافة الفم والاسنان لان الباد هيجين ممكن يزود الريسك للانفكتوف اندوكاردايتس. كمان نشوف الميوكاس ميمبرين بتاعة الموث ونشوف هل فيها بيتيكي ولا لأ لان ممكن برضو تكون موجودة في حالات الانفكتوف اندوكاردايتس. بعد كده بنفحص الرقبة بتاعة المريض. اولا بالانسبكشن بتشوف هل فيه اي سكار ولا لا. ممكن العيان يكون شايل للغدة الدرقية مسلا فيكون عنده مشكلة في الغدة ومؤسرة على القلب مسلا. هل فيه اي بلج او ماس. عيان ممكن يكون عنده جويتر مسلا يعني وهكذا فتشوف بالانسبكشن اولا. بعد كده لما تيجي تفحص هنفحص اول حاجة كاروتيد بلس. وقبل ما نفحصه باليد لازم الاول نسمعه نعمله اسكالتيشن بالسماعة اولا. عشان نشوف هل فيه برويه ولا لا. لانك لو سمعت برويه على الكاروتيد معنى كده ان ممكن يكون فيه معنى كده ان ممكن يكون فيه اثيروما. فيه كوليسترول عامل اثروسكولوروزيز. ممكن لما تيجي تعمله بلبيشن جزء منها يتحرك ويوصل للمخ ويعمل ستروك. سكيميك ستروك. فالافضل او الصح ان انت متعملش بلبيشن غير بعد ما تعمل اسكالتيشن وتسمع الاول الكاروتيد بالسماعة بتاعتك. نسمع بيه البل ونشوف فيه برويه ولا مفيش. زي الصوت ده كده. لو مفيش برويه فانت بعد كده بتعمل بلبيشن للكاروتيد. وطبعا التركة المشهورة برضو لازم نحية واحدة كل مرة. ما تجيش تعمل للمريض عن نحيتين لانك ممكن تقلل البلوت سابلاي. فلازم نحية واحدة في كل مرة. كمان ما تضغطش بقوة جديدة عشان ما تعملش ايه? وتشوف الفوليم على الناحيتين وتشوف الرذم برضو على الناحيتين وتشوف الريت بتاعه. وطبعا بتحسه بين وما بين العضلة اللي هي تحطي ايدك كده وتحس بعد كده بتعلق على الاوردة بتاعت الرقبة. هل هي كونجستد ولا مش كونجستد? فيها نورمال ويفز ولا لا? بيحصل معها انسبيراتوري ولا لا? يعني لو هي كونجستد بسيط مسلا المفروض المريض لما ياخد نفسه الكونجشن ده ينزل. فبتشوف الحاجات دي موجودة ولا لا? لو في كونجشن بتقيس حاجة اسمها جاجولار فينس بريشر. اللي بيديك فكرة الى حد ما عن 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 طريق طبعا الحركة المشهورة احنا قلنا العيان في خمسة واربعين درجة. واحنا بنشوف الانترنال جاجولار فين. الانترنال. لان الانترنال جاجولار فين مفيش فيه فواصل بينه وبين الرايت اتريم. يعتبر متصل او عمود طالع من الرايت اتريم. فهو افضل شيء اللي هو انترنال جاجولار فين. وده المسار بتاعه بيكون من الير لوب لحد الميدال اند بتاع الكلافيكل. وتحت هنا بين التو هيدز التو هيدز بتاعة ستيرنال كلافيماستويض مسل. المهم بتعرف انه من الير لوب لحد الميدال اند بتاعة الكلافيكل. العيان في زاوية خمسة واربعين درجة. بتحط مصطرة عموديا على ستيرنال انجل. والمصطرة التانية افقيا لحد اخر الكنجيشن طبعا. وتشوف المسافة العمودية على المصطرة العمودية كم سنتي. الطبيعي ان هي مزيتش عن اربعة سنتي. لو زادت عن كده بنقول ان في وده ممكن يكون في حالات وممكن يكون بسبب اللي ممكن يكون عمله مثلا يعني. او كمان في حالات الكنجيشن طبعا. كمان لو لقناه بنشوف هل بيحصل معا انسبيراتوري ولا لا. هل لما العيان بياخد نفسه الكنجيشن مع انه عالي بس بينزل شوية ولا ما بينزلش. لو هو ما بينزلش بالعكس ممكن يزيد. ممكن نفهم من كده ان العيان عنده ممكن يعمل كده. زي العيان اللي قدامنا ده. العيان ياخد نفسه الكنجيشن يزيد. وده غير الطبيعي طبعا. وزي ما قلنا المفروض ان احنا بنعتمد على الانترنال جاجولار فين. لكن ساعات يبقى صعب نشوفه. ساعات ما بنستخدموش. بعض الناس بتستخدم اكسترنال جاجولار فين. لكنه اقل دقة. المفروض طبعا انترنال جاجولار فين. كمان في علامة لكن مش بنعملها كتير لان هي غير مريحة وغير دقيقة. اللي هي هباتو جاجولار رفلكس. ان انت تضغط على الكبد بتاعة المريض. وتشوف الكنجيشن اللي حصل في هذا الفين. والمسافة بتاعته استمر قد ايه. المفروض لو حصل كونجيشن في خلال دربتين من ضربات القلب بس يكون نزل تاني. لكن لو استمر وبقى اكتر من تو سايكلز. فده ممكن يكون في حالات رايت سايد هارت فيليار برضو. كونستريكتف بريكارديتس. رستريكتف كارديومايوباثي وغيرها. لكن زي ما قلنا مش بنعمل الحركة دي كتير. كمان بتبص على التراكية. وتشوفها سنترل ولا مش سنترل. كمان بتيجي من ورا المريض عشان تفحص تيرويد جلاند او الغدة الدرقية. زي ما قلنا الغدة الدرقية كتير يبقى معها مشاكل مع القلب. فبتيجي من خلف المريض وتحط ايدك مسلا على هذا الجانب وتثبته وتفحص الجانب التاني. وبعدين تعكس ايدك تثبت ده وتفحص الجانب التاني. فبتشوف يعني او بتفحص والاسمس. بعد كده بتفحص حاجة مهمة جدا ما تنسهاش. ساب منتل. ساب منديبلر. ابر جاجولر. ميدل جاجولر. لوار جاجولر. بستيرور تريانجلوف ذا نيك. بري اوريكلر بوستي اوريكلر. اوكسيبيتال. وطبعا اللفت سوبرا كلافيكلر لينفنود. لو كانت متضخمة بتكون احيانا مع مرضى بريست كانسر واحيانا جاستريك كانسر. بعد كده بنفحص لاتراف السفلية. اولا برضو هل شايف اي سكار مثلا زي السكار اللي بتبقى على معنا كده المريض ممكن يكون عامل كابج. مغير شرايين في القلب وياخد الاوردة دي من الساقين يعني. فلو في سكار بنكتب. بعد كده بتشوف الاديمة. لوار لينب اديمة. العيان رجليه موررمة ولا لأ? ولو كانت موررمة فهل هي بتنج او نان بتنج اديمة? تحط صبعك وتضغط ضد العزام زي ما احنا عارفين لمدة تلاتين ثانية. بعد ما تشيل صبعك بتشوف هل صبعك سايب علامة ولا لأ? ولو لقيت البيتنج اديمة دي مسلا تحت على الفوت. تعمل بعد كده على التبية. تطلع لفوق عشان تعرف بتاعها لحد فين? تطلع لفوق وتضغط وتضغط لحد ما توصل للرجبة. لو وصلت للرجبة ولسه في اديمة. وتيجي توصل بتعمل حاجة اسمها تقرص. تقرص كده وتشوف هل مكان الارصة بتاعت ايدك بتعلم ولا لأ? وطبعا الاديمة دي ممكن تكون في حالات. وطبعا ما تنساش السكرة الاديمة هي دي هنتكلم عنها في الباك لما تيجي تفحص الباك زهر المريض. لكن هنا بالمرة عشان ما تنساش طالما بتدور على اديمة اعمل سكرة الاديمة تعالى على الساكرام في ظهر المريض واضغط خصوصا لو كان المريض بدريدن. المريض لو نايم باستمرار فالاديمة هتكون اكتر عند الساكرام. بعد كده تشوف طبعا مين? بتشوف البالس فيه بيكون طبعا لاترال تو اكستنسور هاليسيز لونجس. تشوف البالس موجود على الناحيتين انتكت ولا لأ? كمان تشوف البستيرورتيبيا الارتري. تشوفها برضو انتكت عن الناحيتين ولا لأ? بعد كده بتفحص الابدومن. تشوف بطن المريض بسرعة. هل فيه تندرنس? هل فيه سكار? هل فيه ميس? هل فيه اسايتس او استسكاء مسلا? وطبعا فيه فيديو عن فحص البطن. ممكن تشوفه عند الدقيقة خمسين وعشرين ثانية عشان تشوف ازاي بنفحص الاسايتس هناك. بعد كده تفحص بتاع المريض ظهر المريض. هل فيه اي سكار ولا لأ? العيان ممكن يكون عامل لانج سيرجوري مسلا من ظهر المريض. هل فيه ساكرا الاديمة زي ما قلنا? ولا مفيش? لما تضغط على الساكرام صبعك بيعلم وفيه اديمة اصلا مورمة ولا لأ? بعد كده تسمع الباك. تسمع ظهر المريض عند الرئتين يعني. لو فيه مش هتسمع اصلا تحت لان مفيش لانج تشو تحت. ولو جيت تعمله ساعتها بركشن هتلاقي فيه او ممكن تسمع العيان لو عنده مثلا هارت فيلير ممكن تسمع زي دي كده لكن في بعض الحالات الشديدة ممكن تسمع على ظهر المريض كله على اللانج من ورا كلها في حالات سيفير بلمناري اديمة زي كده مثلا. واخيرا صديق العزيز حمد الله على السلامة هنفحص القلب نفسه بقى كل اللي فات ده طبعا ما يخص القلب في الاجهزة الاخرى لكن دلوقتي هنفحص القلب. ففيه اربع خطوات مشهورين طبعا انسبكشن بلبيشن بركشن بالانسبكشن بمجرد النظر بمجرد عينك هتشوف ايه هل في اي سكار علامة جراحية عامل عملية قبل كده زي من اشهرهم عامل كابج قلب مفتوح مغير الشرايين مثلا. هل في سكار اندر كلافيكل عيان مسلا مركب بيسميكر او اي سي دي. هل في مسلا انترولاترال فراكوتومي او بيقولوا عليها انفراماماري دي كانت زمان كان بيقولوا عليها لما يجوا يعملوا كمان تشوف هل في اي ماس او بلج تشوف شكل الشست او عامل ازاي. هل في مسلا او في اي تشوهات او شكل غريب او بلج في الشست ممكن الى حد ما يؤثر على القلب. فلو موجود حاجة تكتبها. هل في مسلا يعني بمجرد عينيك كده شايف مسلا ممكن تشوفها. ولو كانت البالسيشنز شديدة ممكن تشوفها برضو فتعلق عليها. ممكن في حالات تكون كده. هل في مسلا جينيكوماستيا اللي هو التثدي الحجم بتاع الثادي كبر عند الرجال. وده اما بسبب ديزيز مثلا زي او بسبب ميديكيشنز العين بياخد مسلا سبيرونولاكتون ممكن يعمل كده. هل في اي بيجمينتيشنز هل في ديليتد فينز او ردة واضحة وكبيرة على صدر المريض. زي ممكن يحصل فينز اوبستراكشن باي جويتر مسلا. يعني جويتر في الغدة الدراقية كبير يعمل فينز اوبستراكشن. او لين في نود. بنقول عليها سبيرون فينز كيفا سندروم. بعد كده نيجل للنقطة التانية اللي هي بالبيشن. فبالبيشن بنعلق اول حاجة على بلسيشنز. نشوف اول حاجة الايبكس. اللي هي اوطى منطقة وابعد منطقة في القلب هي دي الايبكس. فبتحاول تشوفها بالنظر زي ما قلنا في الاول بعد كده بتحط ايدك عليها. تحدد مكانها بعد كده بتحددها باقل عدد من الصوابع لو هي بعد ما تحدد مكانها بايدك بتشوفها هي واقع فين بالزبط. فبتيجي عند الانجل بعد كده بتشوف اللي قصده او تحت منه بسيط. ده بعد كده فهي غالبا بتكون في 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 الميت كلافيكلر لاين. فده المكان الطبيعي بتاعها. لو هي ممكن يكون فيه تدخم في عضلة البطين الايسر. ولو هي مش يعني مش تحددها بصابع واحد او باتنين لأ ده ممكن يبقى فيه بعد كده بتحط ايدك عليها وتخلي المريض ينام على جنب الشمال او يتقلب شوية على جنب الشمال عشان تشوف هل فيه اي كاراكتر ليها ولا لا. يعني هل هي مسلا بتغبط جامد في ايدك ولا لا. او بيقولوا عليها يعني شوف هل فيه بريشر اوفرلود ولا اوفرلود. بريشر اوفرلود معناها ان هي في مكانها لكن البلس بتاعها بيبقى فورسفول قوي. يعني ممكن يرفع ايدك يزقق ايدك لفوق مع كل ضربة. يعني مش بس يغبط ويسيب لأ يغبط وبيستمر شوية وبعدين يسيب. ودي ممكن نشوفها في حالات الاورتكستينوزز وحالات الهايبرتينشن. ولا فيه فوليوم اوفرلود. فوليوم اوفرلود معناها ان حصل تضخم بقى مشيت من مكانها اصلا. فتلاقيها بقى الديفيوز بدل ما هي لوكالايزد زي ما قلنا نقطة بسيطة لا ديفيوزد منطقة كبيرة. وديس بليزد بدل ما هي في مكانها اللي احنا قلنا عليه لا ديس بليزد مشيت لبره والتحر. ودي زي ما قلنا في حالات تضخم في البطين ممكن بسبب بسبب دي سي ام مثلا يعني. كمان ممكن يبقى فيه حاجة اسمها يعني تيجي تحط ايدك كده مع كل ضربة قلب هي تعمل اتنين. احيانا دي تكون معه يبقى اول حاجة في هي تاني حاجة هي تاني حاجة هي كبر وبدأ يوصل لك في الابيجاستريك اريا. لو البلسيشنز يجاي لك من ناحية اليمين ممكن يكون عنده مثلا تيومر في الليفر هايلي فاسكولر تيومر وموصل بلسيشنز. لو هي جاية من تحت ايدك من تحت ممكن يكون اورتك انيوريزم. وطبعا ممكن نحسها طبيعي في الناس الروفيعين ما فيهاش مشكلة. بعد كده في حاجة اسمها سوبراستيرنال بلسيشنز لكن دي نون ممكن في حالات الاناميا ممكن يكون في الشخص الطبيعي ممكن في لكنها بعد كده تشوف عشان تشوف فيها ولا لأ اللي هي على الناحية يعني جنب على طول ده اسمه فلو لقيت عليه ممكن يكون العيان عنده اورتك انيوريزم ممكن حالات الهايبرتنشن. كذلك الامر على البلموناري اريا برضو جنب على طول. لو حسيت عليه ممكن يكون العيان عنده مثلا بلموناري او عنده بلموناري انيوريزم. يبقى اول حاجة بالبلبيشن علقنا عليه هو النقطة التانية هي هي والهيفز معناها ان في حاجة قوية بتزق ايدك لفوق مع الهارت بيت. واشهر مكان بتدور فيه على الهيفز حاجة اسمها الليفت براستيرنال هيف. تيجي على الاستيرنال بتاعه سواء براحة اليد كده او بالاصابع كده وتشوف هل فيه هيفز ولا لا. حاجة بترفع ايديك مع كل نبضة ولا لا. ولو لقيت كده بالفعل العيان ممكن يكون عنده تضخم في عضاة البطين الايمن. يبقى شفنا البالسيشنز شفنا الهيفز بعد كده هندور على ثريل. ثريل دي معناها اهتزاز نتيجة يعني الدم بيمشي بشكل مش طبيعي في صمام من الصمامات فانت تحس الاهتزاز ده. بنقول عليه مفيش حاجة بترفع ايدك لكن بتحس بالهزة دي بايدك. بنقول عليه ثريل. وبتشوف الاربع مناطق بتوع الصمامات بتوع القلب. الايبكس انت عرفت مكانها دي اصلا خاصة بالميترال فالف. يعني دي احسن مكان بنقيم من خلاله هي الايبكس. اللي احنا قلنا في في الميت كلافيكلر لاين. جنب بتاع الستيرنم على طول ده بنقول عليه الاورتك ايريا زي ما احنا قلنا. والبالموناري ايريا اللي اتنين في لكن الاورتك على الناحية اليمين من الاستيرنم. والبالموناري على الناحية الشمال من الاستيرنم. فبتحط ايدك على الاربع مناطق دول وتشوف هل فيه ثريل ولا لأ. فلو حطيت ايدك هنا ولقيت ثريل ممكن يبقى فيه او لو حطيت على اي منطقة من المناطق التلاتة اللي فضلين ممكن يبقى فيه يعني مسلا بلموناري استينوزيز هو ده اللي عمل ده كمان ممكن يبقى ليه تحسه في برضو يبقى لو فيه ممكن يكون برضو بالسبب الفي اس دي يبقى بالبالباشن علقنا على البالسيشنز وعلقنا على الهيفز وعلقنا على النقطة اللي بعد كده هي بركشن ان انت تخبط طبعا على صبعك عشان تسمع تعمل بركشن للهارت ولما تيجي تعمل بركشن للهارت بنستخدم يعني الدربة بتبقى قوية شوية معادة البير اريا بير اريا اوف دي لايت بركشن خفيف لما تيجي تعمل بركشن للهارت بتيجي على الناحية اليمين طبعا عشان تجيب اولا بتاع الكبد فطبعا تيجي عند بتعمل وبعدين تنزل لحد السادس تقريبا في الشخص الطبيعي هتسمع دلنس بدل ريزونانس وده طبعا بتاع الابر بوردر بتاع الليفر تقول المريض خد نفس جامد واجتمه تلاقي الدلنس ده اصبح ريزونانس فمعنى كده ان المنطقة دي هي فعلا الابر بوردر اوف داليفر بعد كده تخلي صبعك عمودي وتعمل بركشن نحية القلب المفروض انك ما تلاقيش دلنس اوتسايد رايد بورد اوف زاستيرنام يعني المفروض ان الحد اللي ستيرنام تلاقي ريزونانس لو لقيت دلنس ممكن يكون ممكن يكون مثلا يعني بعد كده بنعمل بركشن لبيز اوف زا هارت البيز اوف زا هارت ده اللي هو بنقول عليه الاورتك اريا والبلموناري اريا بنسميها البيز الايبكس تحت ما احنا قلنا الايبكس هنا ده البيز فتيجي من بره من بره لجوه يعني هتفحص الاورتك اريا فتعمل بركشن من بره من دعيد بتعمل البركاشن لحد ما توصل الى لو لقيت عليها ممكن يعني تلاقي في حالات مثلا او كذلك الامر في برضو تيجي من برة لجوه وانت داخل عليها لحد ما توصل لها لو لقيت عليها ممكن يكون برضو او بعد كده تيجي على اللي انت حددتها قبل كده خلاص وعرفت مكانها وتعمل البركاشن وانت جاي عليها برضو لو لقيت في دالنس برة الايبكس اللي عملها تنبط دي في دالنس ممكن يبقى فيه كمان ممكن تعمل عليه بركاشن وده بنعمل عليه يعني مش بتحط صبعك لأ بتضغط عليه هو مباشرة لو لقيت دالنس ممكن يكون برضو في حاجة اسمها تعمل البركاشن للويست او ده هارد وده بيكون في احنا عرفنا ده بتاع البلموناري اريا ننزل على ونعمل بركاشن برضو من بعيد من برة لجوه لحد ما نقرب من مسموح لك بحوالي في المنطقة دي يبقى فيها لو زادت اكتر من كده ممكن يكون في في طريقة تانية للبركاشن بعض الناس بتعملها ان هي تحدد حدود القلب يعني تيجي من تحت خالص كده من تحت وتعمل تطلع الفوق لحد ما توصل وتكتب علامة او ترسم نقطة تيجي من خالص كده وتعمل لحد ما تلاقي تكتب نقطة كذلك من هنا من هنا من هنا لحد ما تحدد وتعمل عليه نقط في ناس بتعمل كده برضو بالنسبة معناها يعني القلب في المنطقة دي مش مغطى او بالرئة عشان كده ما بنعملش عليها لا بنعمل عليها المنطقة دي حدودها فين بتاعها بتاعها هو اللاترال بتاعها هو الابر بوردر بتاعها واللور بوردر بتاعها سيكس ريب الضلع الرابع للضلع السادس جنب من ناحية الشمال وهنا المنطقة دي بنقول عليها وبنعمل عليها والطبيعي طبعا ان هي تكون ضل لان تحتها الهارت وجوال البلد يعني لكن لو لقيت فيه فمعنى كده ان ممكن يكون فيه انفيزيمة النقطة اللي بعد كده انك تعمل تجيب السماعة الجميلة بتاعتك ونسمع قلب المريض السماعة فيها وفيها تقول تخينة يعني تخينة قوي القاعدة التانية ان لو فيه ميرمر المفروض تحدد هو سيستوليك ولا دايستوليك ولا ايه بالزبط زي ما هنعرف مع بعض اكتر حتة تسمع عليها فين هل بيسمع في اي مكان تاني ولا لا ولا والناس كمان يعني صوته عالي ولا مش عالي لما بتيجي تسمع بالسماعة بنشوف الاربع مناطق اللي احنا عرفناهم اللي هما ونعلق على صوت القلب الاول وصوت القلب التاني وكمان على اي ميرمر تسمعو وهل في اس ثري او اس فور ولا لا زي ما هنعرف فاول منطقة بتسمعها هي والايبكس دي قلنا خاصة باي صمام وهي المنطقة دي افضل مكان تسمع عليه اللي هو الصوت الاول للقلب فلو لقيت الاس وان عالي ممكن يكون العيان عنده ميترال استونوزيس مثلا او عنده اي سبب يعمل تاكي كارديا ممكن تلاقي الاس وان عالي زي كده طب لو لقيت الاس وان ده منخافض عن الطبيعي المفروض انت بكتر ما تسمع بتعرف الطبيعي فلو لقيت الاس وان منخافض ممكن يكون العيان عنده ميترال ريجيرج او عنده هارت فاليير او عنده فرست ديجري هارت بلوك او عنده كالسفيكيشن في الميترال فالف المهم هيكون منخافض زي كده كلنا عارفين ان الاس ون بنسمعه صوت واحد بس احيانا نلاقيه سبلتت اس ون يعني منقسم الى صوتين جنب بعض في حالات الرايت باندل برانش بلوك ممكن يحصل سبلتت اس ون زي كده كمان على الايبكس هنشوف هل موجود اس سري واس فور ولا لا ودول عشان نسمحهم احسن بنستخدم خصوصا في الاس سري بنستخدم بتاعت السماعة وبننيم العيان في خليه نام على جنبه الشمال عشان نسمع اكتر ونخلي القلب قريب مننا اكتر وخلي بالك دول اصوات مش ميرمر مش صوت ميرمر لا ده صوت زي اس وان مسلا واس تو اصوات قلب مش ميرمر فالاس سري بيكون له بTCHT عشان كده بنسمعه اكتر بال poco بالبيل أوف ستيثوسكوب Early Diastolic Early Diastolic يبقى هتسمعه مباشرة بعد الاس ستو لان المسافة من اس وان ليس تو دي سستول اما المسافة من اس تو لاس وان اللي بعدها دي دة داستول TA فاست سري دا Early Diastolic يبقى هتسمعه مباشرة بعد الاس ستو وبنقول عليه او ليه اسم تاني اسمه جالوب. وده ممكن يكون طبيعي في صغار السن وممكن يكون بسبب مشكلة تانية زي مثلا 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 او اي مشكلة تزود ممكن تعملها. وبيكون صوته زي كده. وزي ما قلتلك هو بعد مباشرة بيكون صوته كده. اما الاس فور بقى فده يعني مفيش طبيعي مفيش واحد طبيعي يكون عنده اس فور. لو في اس فور يبقى في مشكلة. وهو يعني النغمة بتاعته او التون بتاعته بتاعها عالي اكتر شوية. يعني الصوت ارفع شوية من الاس ثري. وبنسمعه في ليت داياستول. ليت داياستول يعني في نهاية الدياستول. يبقى احنا عرفنا الدياستول بيبدأ من عند اس وينتهي عند اس وان. ليت داياستول يبقى هاسمعه مباشرة قبل الاس وان. وده بيكون في حالات الاورتكستنوزيز حالات الهايبرتينشن. داياستوليك هارت فاليير. وبيكون صوته زي كده. وخلي بالك قلت لك انه هو قبل اس وان مباشرة. يبقى كده احنا سمعنا الايبكس وعلقنا على اس وان سواء عالي او قليل او سبليتد. وعلقنا على اس سري موجود ولا مش موجود. وممكن يكون طبيعي في بعض صغار السن. وممكن يكون مش طبيعي. وعلقنا على اس فور وعرفنا انه دايما مش طبيعي. كمان على الايبكس ممكن نسمع ميرمر بقى. عيان عنده مشكلة في صمام الدم مش بيعدي منه بشكل طبيعي. فعشان كده بنسمع ميرمر. ممكن تسمع سيستوليك ميرمر على الايبكس. احنا كل كلنا على الايبكس دلوقتي. ممكن تسمع سيستوليك ميرمر. وانت عرفت السيستول فين من الاس وان للاسي تو. ممكن يكون بان سيستوليك ميرمر. يعني طول المسافة من اول اس وان الاسي تو كلها تسمع عليها الميرمر. سوفت النغمة بتاعته سوفت. وده في حالات الميترال ريجيرج. وممكن يسمع كمان للاجزلة الشمال طبعا. وبيكون صوته زي كده. خليك فاكر بان سيستوليك. يعني واخد السيستول كله ومش بيعلى ولا يوطى واخد نفس التون كده وسوفت ده بتاع الميترال ريجيرج زي كده لكن في سيستوليك ميرمر تاني نسمعه على الايبكس بنقول عليه ميد سيستوليك ميرمر ويد ميد سيستوليك ايجيكشن كليك احنا قلنا ميد سيستوليك يعني مش هيخد السيستول كله زي اللي فات بقى هيبقى ميد سيستوليك نص المسافة وهيكون في اوله كليك كليك هتسمعها في اول الميرمر وده بيكون في حالات الميترال فالف برو لابس احنا قلنا الفات في الميترال ريجيرج بان سيستوليك ميرمر لكن هنا في الميترال فالف برو لابس وبيكون صوته زي كده وخلي بالك معاك كليك زي ما قلنا ميد سيستوليك كليك يبقى كده اتكلمنا على اتنين سيستوليك ميرمر على الايبكس في دياستوليك ميرمر على الايبكس دياستوليك يعني قلنا الدياستول منين من اول اسي تو لحد الاسوان فممكن اسمع دياستوليك ميرمر ومعه اوبنينج سناب صوت برضو هتسمعه والميرمر ده بيكون رامبلنج رامبلنج ده بيبدأ عالي وبعدين يو طويعي لتاني وده طبعا بيكون في حالات الميترال ستينوزز بقى ضيق الصمام يبقى لو كان دياستوليك ميرمر رامبلنج وفي اوله اوبنينج سناب ممكن يبقى ده ميترال ستينوزز وبيكون صوته زي كده كل اللي احنا تكلمنا عنه دلوقتي كان في الايبكس والايبكس دي بتاعت الميترال فالف زي ما قلنا ممكن نيجي على الترايكاسبيد اريا اللي هي فورث انتركوستل سبيس احيانا تبقى فيفس جنب اللفت بوردر اف زستيرنام دي المنطقة بتاعت ترايكاسبيد فالف ممكن نسمع عليه نفس الميرمرز اللي كانت على الميترال لو ترايكاسبيد ده في نفس المشكلة يعني ايه؟ يعني ممكن نسمع عليه بانستوليك ميرمر نفس الميرمر السستوليك اللي واخد السستول كله لو كان العيان عنده ترايكاسبيد ريجيرج لكن مش هيسمع في الاجزيلة كذلك الامر لو العيان عنده ترايكاسبيد ستينوزز عنده ضيق في هذا الصمام ممكن اسمع عليه برضو دياستوليك رامبلنج ميرمر زي بتاع الميترال ستينوزز برضو وبيكون معاه open snap يعني هو زيه بالنسبة للستينوزز والريجيرج زي الميترال بس هسماحهم اكتر على ترايكاسبيد اريا بعد كده يتفضلنا ان احنا نسمع البالموناري اريا والاورتك اريا وبنسمع عليهم اسي تو ده احسن مكان نسمع عليهم الاسي تو لان الاسي تو هو ناتج من غلق الصمامين دول اصلا واس وان ناتج من غلق الترايكاسبيد ومن غلق الميترال فالف فالاسي تو هنعلق عليه اكتر حاجة هنا على البلوماناري اريا والاورتك اريا واول حاجة هنعلق عليها هي احنا عارفين انه من الطبيعي انه ممكن يبقى فيه خصوصا يزيد مع يعني هو مقسوم الصوتين يبقى عيدوا عن بعض في حالة ويقربوا من بعض في حالة لكن في حالات يعني ده كبير بدون داعي مش طبيعي زي حالات البلموناري هايبرتنشن وزي حالات البلموناري ستنوزز كل ده يخلي فيه وأحيانا في الفي اس دي والميترال ريجير كمان حاجة بالثولوجيكال تانية اسمها فيكسيد سبليتنج احنا عارفنا انه لما تاخد النفس لازم السبليتنج ده يزيد لو انت سامعه يزيد ولازم يقل مع طب لو هو فيكسيد يعني تاخد نفس ما تاخدش هو فيكسيد فممكن يبقى العيان ده عنده اس دي مسلا وأحيانا مع البلموناري هايبرتنشن طيب لو فيه حاجة اسمها ريفيرز سبلتنج او برادوكسيكال سبلتنج احنا عارفين ان الاورتج فالف بيقفل قبل البلموناري فالف ما هو فيه سبلتنج احنا قلنا هما الاتنين مش معه بعض بالزبط الاورتج بيقفل الاول بعد كده البلموناري طب امتى البلموناري ده يقفل قبل الاورتج فالف في بعض الحالات زي وزي يبقى فيه مشكلة بتؤدي الى تأخير غلق فيحصل حاجة اللي هي اسمها ريفيرز سبلتنج او برادوكسيكال سبلتنج يبقى كده احنا علقنا على كمان ممكن ده يكون عالي اصلا لو كان عالي على ممكن العين يبقى عنده هايبرتنشان مسلا او عنده ممكن تلاقي عالي على البلموناري اريا في حالات البلموناري هايبرتنشان مسلا ممكن تلاقي الاسي تو منخفض عموما في حالات الشوك مسلا هايبوفوليميا وهكذا طب ايه هي الميرمرز اللي ممكن نسمعها في المناطق دي بالنسبة للاورتج اريا وبالمناسبة هي اسمها لان 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 منطقتين بنسمعه فيهم ياما ا ا ايا وان ياما ا ا� 외 ا او اللي هي تحت البلموناري بيكون في ثاند لفت انتركوستريس بيس ال ا ا ا ا تو بيكون في ال ثيرد لفت انتراكوستريس بيس المهم ا ا ا اوا اللي هي المنطقة الاساسية بتاع الاورتج تغلق دي يعني ممكن اسمع عليها ميرمر ممكن يكون سيستوليك هارش ميرمر سيستوليك يعني ما بين او ميرمر يعني لانه بيكبر الصوت بتاعه بيكبر وبعدين يبدأ ينخف التاني وبيكون في اوله حاجة اسمها خليك فاكيرها طبعا بنسمعه على وبيكون صوته زي كده وخلي بالك من الكلك نفس الكلام على البلموناري اريا لو سمعت برضو السيستوليك ميرمر مع نفس النظام زي هناك ممكن يكون في حالات البلموناري ستينوزيز بالنسبة لل اي تو اللي انا قلتلك عليها اللي هي بتكون في الثيرد انتركوستر سبيس جنب ليفت بوردر فزستيرنام دي بنقول عليها اي تو المنطقة التانية اللي من خلالها اسمع الاورتك فالف برضو ممكن اسمع عليها ميرمر بيكون ايرلي دياستوليك ايرلي دياستوليك يعني مش واخد الداياستوليك كله لا ايرلي دياستوليك في اوله بس يعني بعد اس تو بس مش واصل لاس وان وبيكون دي كريشندو يعني بيبدأ كبير ويبدأ ينخفض او صوته يقل وده بيكون في حالات الاورتك ري جيرج هتسمعه علي الاورتك اريا سكند اورتك اريا او بنقول عليها اي تو وبيكون الصوت زي كده كمان او زي ما قلنا في حالات البريكاردايتس احيانا في حالات الام اي بوست كاردياك سيرجوري مسلا يعني وبيكون صوته زي كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويبقى كده يا صديك العزيز خلصنا فحص القلب والخطوات بسرعة انك بتغسل ايدك تلبس المسك بتاعك عرف نفسك المريض واستأزنه وحطه في وضع مناسب خد او بتاعت المريض من حيث الحاجات اللي متوصلة للمريض اسطارة وهكذا بعد كده بتقيس للمريض بتاعك بعد كده بتفحص اجهزة الجسم المختلفة فيما يخص القلب فبتفحص بعد كده بعد كده بعد كده بتفحص القلب نفسه بالاربع خطوات المشهورة وبعد كده تشكر المريض بتاعك وتساعده انه يروح المكان بتاعه ويبقى كده خلصنا الحلقة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة